السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسعد أوقاتكم متابعين مطبخي مطبخ أكلات شامية إن شاء الله تكونوا بخير على طول أخواني اليوم فيديو كتير سريع وحلو وخفيف ومكوناته كتير كتير بسيطة وهو طريقة تحضير خفز التورتلا خفز التورتلا من الخبز الكتير كتير سهر تحضيره أو خفز المقلاية مكوناته بسيطة هو عبارة عن طحين وملح ومي بس وطريقة تحضيره ولا أبسط منه خليكم معي الآخر فيديو لتشوفوا طريقة تحضير خفز التورتلا أو خفز بالمقلاية أخواني من نسبة المقادير هي كيلو طحين وعشرة جرام ملح تقريبا معلقة كبيرة وستمائة جرام مي بالنسبة لكيلو طحين هو سبع كاسات ونص طحين ومن نسبة للمي ثلاث كاسات مي مي باردة عادية بنعجنهم مع بعضهم البعض بهذا الشكل تقريبا يأخذوا عجن عشرة لربع ساعة لحتى يصبح عندي عجين متماسك وطري وناعب بنفس الوقت بعد ما خلصت عجنة بالعجانة بسحبها وبحطها على طورة العمان وبقلبها قليلا لحتى تصيل عندي العجينة ناعمة بهذا الشكل مثل ما اكون شايفين بالفيديو هيك عندي عجينة تورتلا صارت جازة أو عجينة الخبط صارت جازة هلا بدي أقطع العجين مباشرة عجينهم ما بدو رياحة مباشرة فيني يشتغل فيه ما بدو تخمير لانه ما فيو خميرة ما مضفلو خميرة فمباشرة اقطعه الى كرات يعني اقطع تقريبا حسب حجم المقلاية اللي عندي بس انا هون يعني كمقلاية عادية حجم وسط ما نقطع القطع العجين تقريبا الى 30 جرام الى 35 جرام الى 40 جرام حسب مثل ما تلكون نوع او اياس المقلاية الموجودة عنكم بقطع العجين بهذا الشكل وبشكله على شكل كرات مباشرة نبليش بفرد العجين هيا بعد ما اقطعت العجين صار عندي كله جاهز مثل ما تلكون بشكله على شكل كرات لحتى افرده يطلب معي على شكل دائري يفرد معي بشكل دائري لانه رغيف لازم يكون على شكل دائري بيطلب معي احنا موديله وعلى قد المقلاية او على شكل مقلاي باخد القطع طبعا متل ما تلكون بعد ما شكلتهم على شكل كرات باخد اول قطع شكلتها وبفرده بالشوبك بهذا الشكل بقلب على الجهة الثانية وبفرده على شكل دائري بس باخده من الاول جهة وبعدين بقلب على بالعكس وبلب اخده لقدام لفوق لحتى تشكل عندي عجين على شكل كرس بهذا الشكل السماكتو تقريبا 2 ميلي هيك عندي الارغيف صار جاهز هلأ مباشرة على المقلاية تكون حامي بمد العجينة عليها مباشرة بهذا الشكل متل ما كون شايفين بالفيديو بنتظر عليها تقريبا بظل بقلبها طبعا من جهة لجهة ما بترك على جهة واحدة لتستوي بعدين برجاء بقلبها الجهة الثانية بقلبها من الجهة الاولى والثانية بظل بقلبها كل عشر ثواني بقلبها على الوش الثانية تقريبا تاخد من دقيقة لدقيقة ونص على الغاز حتى تستوي تماما طبعا بالسبتول انا بحاول ما خليها تنفوش او تنتفخ الخبزة تظل هيك لحتى تظل عندي ريئة وطرية وهيك عندي العجين او رغيف الخبز صار جاهز شوف مدينو ما احلاو شفتوا الطريقة كتير كتير سهلة وبسيطة هذا هو رغيف التورتلة هذا هو رغيف الخبز بالمقلاية التورتلة بالمقلاية طريقة تحضيره كتير سهلة كما شفتوا اذا اعجبكم هذا الفيديو نزلوا اسفل الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس سيصلكم كل شي جديد ولا تنسوني من صالح دعاكم انا الشيف عادم مطبخي مطبخ اكلات شامية بحييكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة